يا مساء الخير ومساء الفل ومساء السعادة ورمضان كريم كل سنة وكل سكانة مرة الحاج رمضان والسامعين الكرام بقى الف خير في رمضان بالذات بتحس انك بتركز قوي في الكلام اللي بيتقال قدامك وبتتدبر في آيات القرآن اللي بتسمعها ما بتمرش عليك مرور الكرام بتحس كأنها رسائل من ربنا ليك وبتكون جاية في وقتها قوي تحس ان رمضان بالذات ربنا بيفتح قلوبنا وبيخلينا نسمع جملة او حكمة او حديث او آية مش بهدنة لكن بقلوبنا والجملة دي او الآية الكريمة بتكون سبب في تغيير كبير بيحصل لنا ويفضل مكمل معانا بعد كده من جديد بنرحب بيكم وعمارة الحاج رمضان بترحب بكل سكانها الجدعان اخبار صلاة التراويح ايه منتظمين فيها وبتصالوا في مسجد ايه ما تقولولي كده اللي بيروح صلي التراويح في المسجد يقولي بيصلي في مسجد ايه واللي بيصلي في البيت يقولي برضو بيصلي في البيت انا عن نفسي انا من قول رمضان عامل جولة كده بكل يوم بحاول اغير يعني كل مدة كده بروح مسجد ولكن دايما بيبقى مسجد مصطفى محمود هو مسجدي المفضل اللي بشوف منكم كتير الحقيقة وقت صلاة التراويح فيه يلا شاركونا بتصالوا فين صلاة التراويح على الهاشتاج على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 19 ده الهاشتاج بتاعنا وعلى فيسبوك البوست بتاعنا على فيسبوك على صفحة الراديو 9090 افام كل واحد فينا بيكون عنده اكلة مميزة بيحبها او مشروب معين بيحبه عمرك فكرت يا ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يأكل ايه وكانت ايه اكلاته المفضلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب الثريد جدا اللي هو يعني اشبه بالفت حاليا باللحوم والخضار وخلافه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يأكل لحم الضهر والكتف من الشاه وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان بيحب تناول البقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان كان بيحب التمر جدا والحليب والعسل وكانت الفواكه المفضلة لي الرطب وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معاب طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وانكرهه تركه فاللهم صلى وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله معلومة حلوة جدا الواحد يحب يبقى عارف سيدنا محمد كان بيحب ايه برضو من الطعام تعالوا بقى نروح لشائتنا واكيد هم بيعملوا اكل حلو جدا برضو وهيفطروا النهاردة وممكن نفطر معهم كمان يلا بيدا عماد انت نازل؟ مش هتفتر معنا ولا ايه؟ لا لا انا طلبت الوردر خلاص عشان اعمل فطر النهاردة للعمال اه صحيح انا كنت ناسيا طب عملت الوردر؟ في حاجة نقصة اطلبها لك اه اه الوردر خلاص كله خلص كان نفسي والله انت اللي تعمليه الاكل بدل ما طلبه من برا الله يرحمها بقى ماما كانت بتعمله كل سنة اه الله يرحمها كانت بتعمل خير كتير برضو بس معلش يعني مش هقف اطبخ انا للناس دي كلها وفي الاخر هم عمال عندك في الاخر يا عماد تاني الكلام اللي يعصب ده دي هيا مرة واحدة في السنة خلاص يا عماد انت حر انا مش شايفة اصلا نصح ان انت تاكل مع العمال بقولك ايه انا نازل عشان بجد مش بحب الطريقة دي لا انت قصد بقى تحرق دمي اصلا طبعا كل اللي بيسمعونا دلوقتي مش طيقين نهلة بس عايز افكركم بحاجة بسيطة احنا ما بنكرهش المخطئ احنا بنكره الخطأ احنا نكره الفعل الغلط اه بس ما نكرهش الغلطان بالعكس نفهمه بالراحة ونحاول نخليه تراجع عن الغلط مش كل الناس تربوا زي بعض ولا كل الناس مروا بنفس الظروف ولا كل الناس تعرف يعني ايه تواضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان التواضع بيكون مع كل الناس فمرة قابل عليه الصلاة والسلام في طريقه جارية بتبكي فسألها عن السبب فقالت له ان الناس اللي بتخدمهم ادوها درهمين تشتري بيهم دقيق وضعوا منها فادها عليه الصلاة والسلام الدرهمين ومشي ولكنه تفاجئ انها بتعاية تاني فرجالها وسألها عن السبب بكاءها فقالت انها خايفة لما ترجع يضربوها فاصطحبها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للبيت ودخل على اهل البيت وسلم عليهم وقال لهم اشفقتوا على هذه الجارية ان تضربوها فقال صاحبها هي حرة لوجه الله لما مشاك معها يا رسول الله انت متخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكانته الكبيرة ومسئولياته الكثيرة وكل المشاغل والهموم اللي عنده فضى نفسه وراح لحد البيت بتاع ملكها علشان يستسمحهم متخيل ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا رفع قدره لسابع سمى ووصل لمكان محدش وصله متواضى لهذه الدرجة على فكرة التواضع قوة التواضع ما بيقللش من اي حد على فكرة كمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيميز نفسه حتى عن الصحابة لدرجة ان في احدى الغزوات لما اقترح عليه سلمان الفارسي حفرة خندق حول المدينة شارك اصحابه الحفر وكان بيشجعهم وينقل التراب معهم القصة دي اصلا فيها مثال تاني عن التواضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش عمره بينفرد برأيه ابدا كان دايما بيشور اصحابه وبياخد برأيهم والدقليل اهو تنفيذ فكرة حفر الخندق كانت فكرة واحد من الصحابة سلمان الفارسي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم في وصف عباده المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم ربنا كمان قال في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم صديقي التواضع من مكارم الأخلاق ومن صفات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلنتواضع وأنا عارف إن كلكم متواضعين ولكن أحيانا بيجي لنا وقت كده بيبقى محتاجين نفكر نفسنا بالصفات الطيبة فتعالوا أنتوا بتفكروني وأنا فكر نفسي معاكم إن إحنا مهن ما كبرنا ومهن ما نجحنا ومهن ما وصلنا للمكانة عالية فده بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وبفضل الناس اللي وقفوا في ظهرنا فما يفعش يجي يوم وبالبلد كده نتنق عليهم واجبنا العمل يسنتنا المنسية النهاردي كان صلى الله عليه وسلم ينفض فراشه وبيسمي عليه قبل ما ينام وكان بيتوضى قبل النوم دول سنتين من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من السنن المنسية تعالوا نحييهم النهاردة في موضوع مسح الفراش والوضوء قبل النوم النهاردة أما عن الدعاء اللي هنقوله النهاردة في ختام حلقتنا اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي لهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلي على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصلي علي لكن في سؤال تعودنا خلاص ان احنا بيكون عندنا اسئلة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من هو الرجل الذي كان دليلا لطريق هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله عنه خلصت حلقتنا النهاردة من امارة الحج رمضان ولانا لقاء غدا النهاردة ليلة عشرين رمضان النهاردة ليلة بداية اخر عشر اواخر من شهر رمضان تعالوا مندعي اللهم بارك لنا في العشر الاواخر من شهر رمضان